اكد مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط بالنيابة السيدة جويهود اليوم الاربعاء بالرباط ان قوة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة مفاتئت تتعزز تحت قيادة المالك محمد السادس وابرز الدبلوماسي الامريكي خلال مؤتمرنا صحفي عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية وتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا العلاقات العريقة والعمقة التي تجمع بين البلدين والتي تخلد الدكرى المئوية الثانية لاول بعتة دبلوماسية للولايات المتحدة الى المغرب واشار الى ان المغرب شارك مقرب للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الامنية مبرزا ان المملكة تشارك سنويا الى جانب الولايات المتحدة في اكتر من مئة التزام عسكري بما في ذلك تمرين الاسد الافريقي اكبر مناورة عسكرية في القارة وذكر السيد هود في السياق ذاته بتوقيع البلدين خلال العام الماضي على خارطة طريقنا لتعزيز التعاون في مجال الدفاع مدتها عشر سنوات مشيدا في هذا الصدد برمز لتعاوننا الاستراتيجي الطويل الامد وفي معرض كلامه تطرق الى العلاقات الاقتصادية التنائية واشار السيد هود الى ان المغرب يعد البلد الافريقي الوحيد الذي ابرم اتفاقية لتبادل الحرة مع الولايات المتحدة وهو الاتفاق الذي يخلد هذه السنة الدكرى الخامس عشر لدخوله حيز التنفيذ ومدى قائلا نحن وشركائنا نعتبر المغرب بوابة للقارات الافريقية قبل ما تخرجوا ما تنسواش تابونوا فلاشان يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجام